اهلا بكم اصدقائي العزاء مع فيديو جديد نهاردة عندنا قصة عن ابن سلف زوجها يفعل امر بشع معي وزوجي لا يمانع اريدو حلا قصة بقى ايه القصة ان ليلى رب تمنزل متزوجة من اربع سنوات فهي سيادة تتمتع بالجمال الفائق تهتم بناقاتها وجمالها دائما متزوجة في بيت عائلة وزوجها لديه اربع اخوات تلاتة منهم رجال متزوجون وبنت واحدة لهم تزوج بعد كل شخص من اخواته لديه شقة في منزل العائلة فزوجها سمير كان اصغرهم في العمر واخرهم في الزواج كان لديه اخه سم احمد وعنده ابن مراهه سم عبدالله يبلغ من العمر حوالي 18 عاما عبدالله ده شاب مراهق طائش اخلاقه لست جيدة بالمرة فكان يشتكت جميع منه ولولديه كان عبدالله ينظر اليها بعض النظرات القبيحة التي لا تفهمها فهي زوجة عمه وتكبره بالكثير ولكن طور الوضع اصبح يقول لها بعض الكلام الذي يضايقها فكان كلامه معها يحمل كل معاني الغزل والمعاكسة حذرتك اكثر من مرة بانه لا صح على ينظر لها مثل هذه النظرات او يقول لها مثل هذه الكلمات فهي زوجة عمه ولكن دون جدوى ولكن قررت ليلة ان تخبر زوجها عن هذا لكي يكون متصرف معه لكن رد زوجها كان في منتهى البرود يتركيه يفعل ما يريد الكلام بيبقى مجرد كلام فهو لطائشة وسيفهم عندما ينضج ويقبر فكلنا مردنا بهذه المرحلة العمرية طائشة صدمت ليلة مرد زوجها وفعلها وفعله وهي في حيرة تامة لا تريد ان تتركه لانها تحبه ولدها ابناء وفي نفس الوقت اصبحت 13 معه ولا في هذا البيت بالامان ومن وجهة نظركم ما هو الحل الامسل الى ليلة ليلة بعتدر رسالة دي ومنتظرها من حضراتكم تعليقكم على الفيديو ده شكرا شكرا